السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي وما أحدث هواتف شركة هواوي في السوق السعودي معايا اليوم هواوي بي سي تيم برو فخلونا نشوف في هذا الفيديو كافة المواصفات ومميزاتك كنظرة أولى على الجهاز لحد إن شاء الله المراجعة الكاملة في الأيام القادمة بلاش أطول عليكم خلونا نبدأ الفيديو مع بعض خلونا بالبداية نشوف محتويات الصندوق فيأتينا الهاتف بكل تأكيد وبنتعرف عليه لاحقا كفر سيليكون شفاف مع دليل التعليمات دبوس درجة شريحة كيبل شحن تايب 8 وتايب C وأخيرا شاحن هواوي سوبر تشارج بقدرة شحن 88 واط بالنسبة للهاتف يا أخواني متوفر بلونين اللون الأسود واللون اللي معايا اليوم هو اللولي أو الأبيض ما أدري صراحة المهم اللون جميل جدا وهواوي تسميه اسم صراحة واسم صعب أكتب لك هو ما عرفت أقرأه صراحة بس اللون رائع وفيه فكرة أيضا في اللون أو النكشة الموجودة بالخلف على الجهاز إنه كل شخص يعني بيشتري هذا الجهاز بتكون النكشة مختلفة عن الشخص الآخر يعني كل واحد هو حظه النكشات مختلفة ما هي موحدة بين جميع أجهزة البي 60 برو فخلونا نتعرف عليه بشكل أكبر ونبدأ بالتصميم الجميل فيأتي الجهاز بوزن 200 قرام تقريبا وبنحافة تبلغ 8.3 ملي متر ويأتي من الجانب الأيمن زر التحكم برفع خفض الصوت بالإضافة إلى زر التشغيل والإيقاف كذلك درجة شريحتين 4G ومن الأسفل عندنا منفذة شاحن تايب سي وبكل تأكيد مزود بمكبرات صوت ستيريو بتقنية هواوي هيستن ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 أما بالنسبة للشاشة فيأتي الجهاز بشاشة LTPO OLED بمقاس 6.67 بوصة وبدقة 2700 في 1220 بيكسل وبمعدل تحديث تكيفي 120 هيرتز شاشة ربعية المنحنيات وحاصل على شهادتين TUV لدقة الألوان لتمنح تفاصيل حقيقية ومدمج بالشاشة مستشعر بصمة الأصبع سريع الاستجابة أما من ناحية العتاد فالجهاز مزود بمعالج من كوالكم وهو السناب دراجون 8 بلس جين وون معالج ثماني النواة مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت ومنتصف الشاشة بالأعلى توجد كاميرا السيل في 13 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 ومن الخلف منظومة الكاميرات فعندنا كاميرا ثلاثية الأساسية 48 ميجا بيكسل و13 ميجا بيكسل للزاوية الواسعة للغاية و48 ميجا بيكسل للتليفوتو مع تثبيت بصري ويوصل الزوم لمية اكس وبإذن الله في الأيام القادمة بنشوف تجارب هذه الكاميرا الرهيبة جدا في حسابي في تويتر في الانستجرام كذلك في المراجعة الكاملة هنا عندي بالقناة للجهاز أما بالنسبة للبطارية فالجهاز مزود ببطارية بحجم 4.815 ميلي امبير تدعم الشحن فائق السرعة السلكي 88 واط ولا سلكي بقدرة 50 واط كذلك يدعم تقنية الـ NFC والبلوتوث الـ 5.2 والوي فاي بالترددين 2.4 و 5 جيجاهيرتز بالنسبة لأشهر التطبيقات حملتها بكل سهولة من خلال متجر هواوي الرسمي App Gallery بالتعاون مع الطرف الثالث مثل الواتساب واتساب أعمال تويتر انستجرام فيسبوك يوتيوب وشاهد ونتفليكس وغيرها الكثير ومتوفر بشكل رسمي من فترة طويلة جميع تطبيقات البنوكة المحلية والعالمية كذلك التطبيقات الحكومية والخدمية وغيرها أيضا الكثير فأعتقد مرحلة التطبيقات والألعاب يعني مشكلة يعني تلاشتها هواوي بشكل جدا كبير وأصبح تحميل أغلب التطبيقات والألعاب جدا سهل وسلس من خلال مجر App Gallery نفسه بالتعاون مع تطبيقات الطرف الثالث يعني ما حتحس فيه صعوبة بالموضوع الهاتف متوفر على موقع هواوي بيترك لك كافة التفاصيل والأسعار في صندوق الوصف أسفل الفيديو بكذا كنت وصلت معاكم لإنهاية الفيديو أتمنى لو عندك أي سؤال أو استفسار أنك ترك لهوا في صندوق التعليقات بالأسفل عشان إن شاء الله بالمراجعة الكاملة أجاوب على جميع الأسئلة بكذا كنت وصلت معاكم لإنهاية الفيديو أعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر